ما جرى في الغوطة ويجري لم يكن بحال من الأحوال أن يغيب عنه علماء الأمة ونخبها فالفروق بسيطة والآلام جامعة هيئة علماء المسلمين في العراق أقامت لقاءا تضامنيا مع سكان الغوطة المحاصرين بريف دمشق في مدينة اسطنبول التركية وحضر اللقاء نخبة من علماء الأمة والمثقفين لدعم ومساندة سكان الغوطة التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام والطيران الروسي الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري أكد أن الهموم التي تلم بالعراق لم تنسي الهيئة آلام الأمة وجراحها هذا اللقاء التضامني هو مع أهل سوريا جميعا وإن كانت الغوطة الآن هي العنوان هي الرمز هي المأساة وهي الألم فتضامننا اليوم مع سوريا جميعا مع بلاد الشام جميعا بشخص الغوطة وأهلها الصابرين المجاهدين المرابطين الغوطة وأحداثها المأساوية فرصة مناسبة جدا لتكاتف الجهود والانطلاق منها لخطوات عملية كما أشار الإخوة المتحدثون قبلي من أجل القيام بالواجب لها ولسوريا ولقضايا الأمة الأخرى من جانبه اقترح أستاذ المقاصد الإسلامية وصفي أبو زيد إقامة قافلة من العلماء لإيصال المساعدات للغوطة برعاية تركية للتضامن مع المحتاجين في الغوطة أنا أقترح أن تقوم مجموعة من هذا الجمع الطيب من العلماء بقافلة علمائية عليها إغاثات وهذه القافلة تصل للمجاهدين هناك وتتضامن معهم وتجلس معهم ولتكون هذه القافلة برعاية تركية كل ما يجري للأمة من أزمات عزها عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عمر الفاروق قرقماز إلى سوء التخطيط وعدم وجود متخصصين وكفاءات تعمل على إخراج الأمة من أزماتها الأمة كلها أصبحت كأنها القوطة الشرقية الجرح كبير والمعاناة كبيرة والذين يطالبون النجدة والمساعدات أيضا كثيرة وكبيرة والذين يخططون لهذه الأمة قليلة وقليلة جدا والذين يظنون أنهم يخططون ليسوا متخصصين وليس لديهم تخصص في بوضوع التخطيط كل ما يحدث ويجري في منطقتنا في بعض الأحيان من سوء التخطيط في بعض الأحيان المشاريع المبرمجة ضدنا في هذه المنطقة أو في العالم بشكل أعمل وثمن الشيخ أسام الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري اللقاء التضامني الذي أقامته هيئة علماء المسلمين عده نواة لاجتماع علماء الأمة ودورهم في حل أزماتها أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة علماء المسلمين في العراق على هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمع علماء الأمة على مواساة إخوتنا وأهلينا وأولادنا في الغوطة الشرقية المباركة وهذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون نواة للقاءات علماء المسلمين دائما عند كل ما ينزف جرح من جراح المسلمين ويصاب مسلم أو مجموعة من المسلمين في مصيبة من المصائب في مشارق الأرض ومغاربها من الغوطة إلى الموصل مرورا بالقدس وعدن وحتى ميانمار تتعدد مآسي المسلمين ومصائبهم لكن الإحساس الجمعي بالآلم يكون بداية عند العلماء ثم يتوسع حتى يشمل أبناء الأمة كلها